السلام عليكم أخي فهد وكل السعوديين وأهل السعودية معكم غلام ياسين مغربي الجنسية 33 سنة أقوم الآن برحلة حول العالم منذ سنتين منذ 22 يناير 2017 بالدراجة الهوائية كما ترون عبرت 22 دولة من المغرب حتى وصلت جنوب أفريقيا وموزنبق وملاوي والآن أنا في تنزانيا قريبا من جبل كلمنجارو وهنا تقريبا خمسة كيلومتر على جبل كلمنجارو في مدينة موشي وإن شاء الله الوجهة القادمة هي كينيا، إتيوبيا، سودان، مصر والسعودية كي أحقق حلم مصر للحج إن شاء الله في هذه السنة هذا هو الحلم إن شاء الله وكنت التقيت مع فهد في مهرجان نرحلة الإمارات في دبي وأنا سعيد بلقائه وفخور بأن في عرب من المشرق العربي يزولون هذا الرياضة وأتمنى التقي به في الأراضي المقدسة في السعودية وكنقول لكل السعوديين مرحب بكم إذا أردتم أن تذهبوا معي من تنزانيا إلى السعودية بالدراجة الهوائية وأفريقيا هي ليست خطرة كما ترون في الإعلام أنا منذ سنتين والحمد لله الأمور عندي جيدة وكما ترون هذه هي الدراجة هذه رقم ثلاثة الأولى انكسرت في نيجيريا والثانية سرقت في جنوب إفريقيا وهذه الثالثة وعندي حقائب توضع هنا ثلاث حقائب وحقيبة هنا وحقيبة هنا وتقريبا 60 كيلو جرام فيها خيمة ملابس معدات لإصلاح الدراجة واليوم جاء عندي إماراتي صديقي حتى هو لكن هو سيدهب بالعكس جاء بالطائرة إلى نيروبي ثم جاء من نيروبي إلى تنزانيا بالدراجة وهو معي الآن سيدها بلاذار السلام والزنزبار ثم يعود إلى بلاده لأنه ليس لديه وقت كثير أتمنى أظهر السعودية إن شاء الله هذه السنة ولدي صفحة على الفيسبوك اسمها Cycling Around the World وانستغرام ياسين إفرست مرحبا بكم ستجدون الرابط أسفل الفيديو شكرا